في حفل فني سهر بجهة قليبية من ولاية نابل تمليلة البرح تكريم ثلة من أبطال سيت كومن سيبتي العزيزة في شخص كل من الممثل يونس الفرحي ولطيفة القفصي واللي عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم اللي اعتبروه تتويج لمجهودات من العمل المتواصل تكريم للمجموعة لكل خدمة فنسية العزيزة تكريم القناة المنجة فريق الانتاج فريق التقنية فريق الناس كل اللي خدموا وتعبوا باش يقدموا على أقل طبق ينال رضا الناس التكريم هذا يعليش عنده خصوصية انها فيوتيل في معناها لما حلوة في ديفي ليد موت يعني عملونا رونق محليه الحفل احياء عدد من الفنانين على غيرار فايزة المحرزي وعبدو درياسة اللي امتع الجمهور الحاضر ببقى من الاغاني المتنوعة بين الجو التونسي والرأي ما كانش مبرمجة يعني الباقة هذه نحضر يعني تحية للأوركست اللي ما برفش معاه وعملنا جو وعملنا حاجات هكذا حلوين ياسر صافي بصافي بليزير السهراء الرمضانيات خللتها عرض لبقى من أزياء العريس وأحدث فساتين الزفاف والصهارات لسنة 2016-2017 والتي تميزت بين الأصالة والصناعات التقليدية والحادثة بتصاميم قليبية مئة بالمئة حابينا حاجة العربية التونسية متاعنا كتشجيع زادة للسياحة بش نوريوا خدمتنا البصمة متاعنا التونسية ما كياش دميل ساي بالنسبة للعرضة اليوم حابيت نوري لباس تقليدي النابلي معطها طبعا النابلي لباس تقليدي مودغنيزي أي بنية تجم تلبسوا مش بالضرورة إنها تكون معنتها مرام عرصة بالعكس تشجيع للبنات بش توراتنا متاعنا مايموتش السهرة الرمضانية بمدينة قليبية اللي حضرها عدد من الفنانين والممثلين والرياضيين دخلت حركية بالجهة اللي تستعد للفترة السيفية المقبلة كأحسن ما يكون بالتعريف بالمنتوجات المحلية لموسم الاحتفالات والعروسة